هذا وقد عزز ميثاق العمل الوطني مستوى التعاون والتنسيق المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف توحيد الجهود وتكريسها في سبيل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العمل التشريعي والوطني نعم التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يأتي أيضا بهدف الارتقاء بالعمل الوطني تنفيذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدأ يده الله لخدمة الوطن والمواطنين وتطوير مخرجات المنظومة التشريعية العصرية تطلعا معكم إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الأباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء وفي سياق استمرارية دستورية منتظمة تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها تجربتنا الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام الذكرى الحادية والعشرونة لإقرار ميثاق العمل الوطني هي مناسبة وطنية مجيدة تستذكر مملكة البحرين بكل فخر وتقدير المشاركة الشعبية التاريخية النابعة من روح المواطنة الحق في التصويت على ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي تجاوبا مع المبادرة الملكية السامية وترجمة للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني شهدت مملكة البحرين إنجازات ديمقراطية وتنموية وحضارية رائدة مع إقرار التعديلات الدستورية ومن ثم انطلاق الحياة البرلمانية عبر مجلسي الشورى والنواب وإجراء انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة وترسيخ العدالة والمساواة في ظل سلطة قضائية نزيهة ويحق لمملكة البحرين أن تفخر بما تتمتع به من تشريعات ومؤسسات عصرية عصزت من ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن أهم التشريعات الرائدة والمطبقة مؤخرا قانون العقوبات والتدابير البديلة والتوجه نحو مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة مستوى التعاون والتنسيق المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يزداد يوما بعد آخر بهدف توحيد الجهود وتكريسها في سبيل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العمل التشريعي والوطني بما يترجم تطلعات القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدة عبر مبادرات وبرامج عمل تحقق المزيد من المكتسبات للوطني والمواطن وترتقي بما كانت مملكة البحرين في ممارساتها الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر